المتضرر الأساسي في كل الحروب وكل الأزمات الأطفال ونساء طبعاً ومع النزوح يعني كثير من هدول النساء نزحوا إلى الجنوب بدون إشي كان كثير يجينا نساء مثلاً بدون أي شخص معاهم فتسأليها وين زوجك؟ مين معاك؟ ما معهم أي حدا فيه نساء كثير بيكون الزوج إما مستشهد أو ما بتعرف عنه إشي أو بقي في الشمال وهي إجت على الجنوب فيه نساء بعمر صغير 17 سنة 18 سنة بيكون أول مولود إلها وبتكون أرملة أو في الأمهات اللي إجت تولد وهي بتكون فاقدة من أبنائها مستشهدين إحنا مننسى هذا الحياة الموازية إحنا صح بحرب وصح فيه ناس عم بتروح وناس عم تستشهد وبيوت عم بتروح ولكن الحياة رح تمشي صح تعبت من الحرب وبيحكوا إنهم تعبوا من الحرب وأقل شي إنه الإنسان يطعب من الحرب ولكن بدي يكمل حياته وعم بيطلع على خطط مستقبلية عشان يعيش فيها حياته هلأ فيه كتير سمعت بي يعني الحمد لله الوفود الطبية بالذات من الأردن ما وقفت يعني من أول الوفود الطبية اللي دخلت هي الوفود من الأردن في بداية لما كانوا بيطلبوا وفود طبية أو متطوعين قطاع طبي ما كان تخصصنا كنسائية وتوليد مدرج بتخصصات الحرب كانت كل الحملات الطبية اللي عم تطلع أنه جراحة جراحة أوعية وفيه أولويات طبعاً وبفهم أنه فيه أولويات اللي هي التعامل مع إصابات الحرب فما كان بالفرق الطبية اللي عم تطلع بدهم أطباء نسائية وتوليد بعدين من يعني تاريخ عملي أو تعرضي للناس بعملي تطوعي يجاني بأول شهر اثنين أنه فيه طلب لطبيبة نسائية أنه بدنا تحبي تروحي أو لا كان ضرفي الاجتماعي لا يسمح بهذاك الوقت فما قدرت مباشرة يعني قلت لهم أنا بحتاج وقت يعني بحتاج وقت عشان أقدر أعجي هلأ أنا طلعت مع الهيئة الطبية الدولية هلأ زي ما حكينا في كتير هيئات طبية بتودي بس بتودي عن طريق فرق من الأطباء أو من مقدمين الرعاية الصحية بيروحوا وفوط طبية وبيشتغلوا بمستشفيات الحكومة المستشفيات اللي تابع لوزارة الصحة في غزة هلأ أنا الهيئة الطبية الدولية اللي رحت معاها تختلف عنهم بحكم أنه إلها المستشفى الميداني لإلها يعني أنا خدمت بمستشفى الميداني اللي تابع بالهيئة الطبية الدولية فهو مستشفى مستقل عن مستشفيات الحكومية فهو كان فيه قسم نسائية وتوليد وكانوا بحاجة فطبعا أول ما نحكي معي ووافقت بس كان فكرة تأجيل المدة أم تأروح فأنت له سويت أوراق وهيكا فتوافق عليها وطلعت معاملتي بأول شهر ثلاثة وطلعت أول رمضان طبعا زي ما كل الطريق اللي بيروحوا فيها الوفوض الطبية هي عن طريق مصر يعني عن طريق من عمان للقاهرة ومن قاهرة لرفح وبعدين ندخل إلى غزة يعني الطريق زي طريق الكل هلأ كل الوفوض الطبية عادة تدخل بأيام محددة بأوقات محددة وكل الوفوض الطبية بتدخل مع بعض أو كل الوفوض الإنسانية إن صح حلقة ومش بس الطبية تدخل مع بعض فأنا انضميت للي بسموها ماذيك الكونفوي يعني كل الفريق الطبي اللي داخل ودخلت والحمد لله يعني هي أول مرة يعني أنا اشتغلت حملات طبية من أنا طالبة جامعة وحتى بالمدرسة اشتغلت كتير حملات طبية وتطوعية وسافرت وحملات طبية مجانية وا 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 بكتير بلاد بالعالم بس نعم أول مرة بهذا الظرف وأول مرة بيكون الموضوع بقدر أعتبره شخصي لأنه إحنا ما مقدر ننكر أنه يعني الأردن وفلسطين يعني إحنا بلد وحدة وناس وحدة فكل واحد مننا أو كل إنسان في الأردن مرتبط بطريقة شخصية بفلسطين وكل اللي عم بيصير بالأراضي المحتلة وغزة بالذات فهذا الموضوع صار شخصي ولكل حدا مننا فهونا الاختلاف وبيحكم إنه وضع حرب بكتير نسألت خفتي هي ما بقدر أقول إنه خوف بقدر ما هو توتر أو اللي هي عدم معرفة إيش أنا متوقعة أو إيش أنا اللي جاي عليه فبتحسي إنه بيحذر عم تتعاملي مش بقدر خوف يعني كنت متحمسة ولأحد آخر دقيقة يارب ما يصير إشي وأرجع يعني كنت عندي يخوف إنه ممكن عجل يصير أي إشي وألف ويرجعوني لسبب أولي آخر لأنه إحنا عارفين الظروف فضليتني إنه يعني إنه بس بدع إنه يارب إذا فيها خير إنه أوصل بي سلام وأؤدي اللي أنا المفروض أروحشانه فالحمد لله وصلت إحنا طبعا بيرفح كل حاليا أغلب المستشفيات اللي شغالة سواء كانت إنسانية أو عن طريق منظمات أو بسموها نقاط طبية أو 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 فهي بالجنوب أو قليل منها بالوسط يعني بيرفح بيدير البلح بعض منها إحنا كنا بيرفح فهو مستشفى ميداني يعني هو أقيم بشهر واحد عشان يمارس تقريبا كل إشي يعني هو كان مستشفى كامل متكامل وبنمارس فيه كل يعني كان فيه كل التقصصات وكل الأقسام كان فيه عيادات خارجية بتشوف مرضى يعني أنه إحنا بنعرف موضوع الرعاية أو نقص الرعاية الطبية هناك كان على كل شيء مش بس إصابات حرب وإحنا بننسى أنه فيه حياة قائمة موازية لإصابات الحرب ولنتائج اللي عم بيصير فيوم ما وصلت يعني مباشرة الحمد لله قدرت أنه أبدأ شغليه هو كان عندنا قسم نسائية وتوليد فيه عيادة خارجية لاستقبال المرضى وكان فيه غرف توليد وفيه غرف عمليات فالحمد لله نسبيا بقدر أقول ما فيه شيء مثالي وما فيه يعني فيه ناس أنه بتقول طبعا كثير هيا хот إنه ولادات من غير مسكينات عمليات من غير مسكينات من غير مستلزمات شوي لما أنا رحت كان الوضع شوي أحسن أو المكان اللي أنا كنت فيه كان القدرة على الحصول على المستلزمات شوي أحسن مش مثالي ما كان عندنا كل الأدوية نعم كانت الولادة من غير مسكينات لأنه كان فيه صعوبة في إدخال المسكينات أو المسكينات اللي بنحتاجها للولادة إجراء العمليات كان بتخدير الحمد لله بس برضو ما كان فيه كل الأدوية اللي بنحتاجها للتخدير يعني كان فيه شروط على التخدير إيش من التخدير بنقدر نعمل وإيش لا فبحكم الوضع كنا نختار إيش الإجراءات الجراحية اللي بنقدر نعملها يعني إجراءات الجراحية الأولوية أو اللي هي ضرورية أو اللازمة ما كنا نعمل إجراءات جراحية ماء الها داعي لأنه في إجراءات جراحية مثلا بيتخصصنا بيحتاج أن يكون عندي أطباء علم الأمراض اللي هم باثولوجي يقدروا يقرأوا العينات ويشوفوا ما يترتب على ذلك من العلاج في عنا نقص ببعض الأدوية فإحنا لما بنجري عمليات جراحية لازم يكون عندي في أدوية متوفرة للعناية بالمريضة ما بعد ذلك فبنقص هاي الأشياء كنا نختار الحالات اللي هي لازم نشتغلها لأن الحالات الثانية إذا نقدر إن شاء الله أنه نصبرهم أو نتصرف فيهم طبيا لحين انتهاء الحرب عشان نعطيهم رعاية أو علاج أمثل فكنا نحاول قدر الإمكان هلا الولادة أو طبيعة العمل لنا كان يعني كنا نولد كتير الحمد لله يعني بالمكان اللي أنا كنت فيه صح مش أكتر مكان يعني كان فيه مستشفيات الحكومية بتولد أكتر ولكن بحكم اللي هي المكان اللي احنا فيه أو المؤسسة أو الهيئة أو الفاسيليتي الإمكانيات تبعتها كنا ناخد الماكسمم لهاي الإمكانية يعني كنا نقدر بعدد غرف الولاد وعدد أسرة المرضى نولد حوالي 10-15 باليوم فالحمد لله يعني الرقم نسبياً جيد كان بإزدياد وهلأ بعد ما أنا تركت كمان الرقم عم بيزيد فالحمد لله هذا يعني إحنا شوي نختلف عن غيرنا من التخصصات لأن احنا يعني نشتغل بولادة حياة جديدة هي ما يترتب على كل المنظوم الصحية هناك كمان ينعكس على أمراض النسائية والتوليد إحنا منعرف أن النساء عادة بزاق بفترة الحمل هي من أكتر الحالات اللي هي الإمرأة أو المريض إذا بدي أسميها مريضة بحاجة لعناية طبية نسبياً طويلة المدى لأنه على الأقل بلتراجع 9 شهور مع ظروف الحرب غياب القدرة على الوصول للأطباء المنظومة الصحية كلها نهدت فما في أماكن لتقديم الرعاية الصحية مزودين الرعاية الصحية اللي هم الأطباء كمان خسروا كثير خسروا عياداتهم كثير خسروا أجهزتهم المستشفيات كلها روحت سواء كانت حكومية أو خاصة فما في قدرة على تزويد هذه العناية فصفها بيعتمدوا نفس العدد عم بيعتمد على نقاط أقل لتزويدهم بالرعاية الصحية عدد أطباء أقل الأماكن أو النقاط اللي موجودة بطلت قريبة من كل المرضى يعني في أماكن محددة بدهم يوصلوها كل النساء من غزة في كثير كانوا يستصعبوا الوصول لأنه منعرف صعوبة الحركة هناك المستلزمات فعليا العلاجات الفيتامينات الأدوية إنها تدخل البلد أصلا وطمعطل الحوامل كانت مش كثير موجودة سوء التغذية وهذا عرض الحوامل لأصلا إحنا دائما بنحكي أي أمرأة حامل أو أي أمرأة والدة تتردع دير بالها على تغذيتها دير بالها على صحتها عشان تقدر تمرأ برحلة حمل ورحلة إنجاب وما بعد الولادة بطريقة سليمة طب هذا مو موجود الإمكانيات الأساسية لرحلة صحية سليمة ما كانت موجودة الهيجين الصحة النظافة الشخصية المقويمات الأساسية لإلها يعني بدأت تدخل جديد وكمان بدأت تدخل وما كانت توصل لكل الناس بسهولة يعني فيه نساء خسرت أزواجها فيه نساء خسرت الناس اللي قائمين على الاعتناء فيهم وضلت هي لحالها ويلها حملها وصحتها وأطفالها الصغارة تدير بالها عليهم فصار فيه عبء زيادة على النساء بنقص اللي بسندها بالقيام بهذا العبء بهذا كله يعتبر تحدي كان فيه كتير محدودية بالأدوية هلأ إحنا كنا صح حيطة طبية دولية ولكن بالرغم من ذلك ما كان عنا سهولة الحصول على كل الأدوية وكل العلاجات اللي بنحتاجها بسرنا مثلا فيه علاج واحد بك تستعملي بعدة طرق أو بدك تختصري أول فأول كنا نقلل من الجرعة يعني أنا بحتاج جرعة كذا بس بأس من الجرعة بين اتنين عشان أقلل غياب الدواء عن بعض الناس عرفتي فهي هادي فيه أشياء كمان بتحتاجيها لمنع المضاعفات مش كلها موجودة يعني إحنا منحتاج مثلا أشياء للتعقيم أو أشياء لأي إجراءات جراحية أو تدخلات جراحية مو كلها متوفرة فهذا كمان الواحد يعني بدك تحاولي أن تفكري خارج الصندوق أو كيف تختصري الأشياء اللي بتحتاجيها للقيام بأي إجراء بأقل الأضرار مع غياب كل هاي الأشياء يعني كل النساء فعليا صاروا يصنفوا النساء الحوامل بالذات أو بعد الولادة أنهما عرضة للمضاعفات لأنه إحنا لما بنصنف مضاعفات الحمل والإنجاب والولادة فقر الدم نزف مع بعض الولادة نزف خلال الحمل فقدان الحمل ولادة مبكرة التهابات متكررة طب إيش هي العوامل اللي بنسميها عوامل اختطار سوء التغذية اللي هو الوضع الاجتماعي غياب نظافة الصحية والصحة الاسترس أو القلق أو الجهد يعني غياب الراحة غياب الغذاء السليم أو الفيتامينات طب ما صفت إذن كل النساء يصنفوا أنهم عرضة لمضاعفات بأنه كل عوامل اختطار صارت موجودة فهذا يعني كان بتقدري تسميه تحدي بس الفكرة أنه أنت متوقعتي سوء التغذية واحد من أكثر المشاكل فقر الدم يعني أنا خلال مدة هناك أنا إقامتي ما بتذكر عدد النساء اللي كان أوه قوة دمها كتير منيحة ففقر الدم أصلا عامل اختطار أساسي لتلتربع المشاكل فأغلبية النساء كانوا يعانوا من فقر الدم بعدين غياب اللي هي العناية الصحية خلال فترة الحمل فما كنا نعرف يعني كان في مراحل خلال فترة الحمل كانت تروح يعني في نساء أصلا بأحمال صابقة كان عندها تسمم حمل ضغط حمل سكري حمل مع غياب المنظومة الصحية هاي النساء صفت حامل بغياب رعاية وعناية فما أخذت العلاج ما نعمل اللازم ما نعمل هالفحوصات للمتابعة عشان نعرف أثر هاي الأمراض أو هاي الظروف على رحلة الحمل تبعتها فكان هاي شوي تحدي لأنه كنت مثلا تتفاجأي بالآخر مرات فيه يعني فيه كان يصير ولادات كنا ينولد الطفل ويطلع الطفل مثلا مش سليم بس هي تسع شهور ما راح تفحص فما حدا عرف بسبب عدم توفر القدرة على مثلا إجراء السونار أو فحص سلامة الجنين غياب أطباء الإختصاص في بعض النقاط الطبية يعني هي مش رغبة منها أو ما قدرت توصل لأنه أصلا مش متوفر ومع النزوح يعني كتير من هدول النساء نزحوا إلى الجنوب وبي بدون إشي وما عارفين طريقهم وما عارفين وين اللي هي الأكسس للعناية الطبية للأطبة لا لا فهذا كله تحدي وفيه أولويات يعني دائما هو سبحان الله بنقرأ أنه المتضرر الأساسي في كل الحرب وكل الأزمات الأطفال ونساء طبعا تروح الدكتور ولا طعم يولادها فبصفي فيه أولويات تتأمن ماء ينضيفها للشرب ولا تروح الدكتور تعمل فحص دم ففيه أولويات فهي تبدي أولوية وراء أولوية بخلصها تسع شهور فيجيت أولاد وهي معارفة ولادة مبكرة يعني كان فيه كتير ولادة مبكرة كان فيه كنا نشوف كتير وإحنا منولد اللي هي بنسميها الماء الخضرة حولين البيبي أو البيبي بيكون مخرج بالماء متفاجأ فيها بالولادة هي غالبا أنه هذا يعكس أنه وجود نوع من أنواع الاسترس خلال فترة الحمل أو على هذا الجنين فأنا حتى بعد كم يوم أقولهم أنا مو عادي أدي صار لسنين بشتغل كتير شفت منسميه ميكونيوم اللي هو بيبي الطفل الجنين مخرج بالماء اللي حولينه عادة منشوفها لما مثلا بعد نهاية الشهر التاسع وبعد نهاية الأربعين أسبوع أو منكون متوقعين أنه ممكن نشوف ميكونيوم بس كتير منشوفها يعني كانت كتير عند النساء قليل جدا أنه كنا نلاقي ولادات حتى بدون يعني افتراضيا مثلا الامرأة اللي بتولد للمرة الأولى مش المفروض أنها تكون عرضة لنزيف ما بعد الولادة مع هيك سواء كان ولادة أولى ولادة ثالثة سادسة سابعة ولادة مبكرة طفل كبير طفل صغير كلهم في يعني في نسبة من النزيف ما بعد الولادة بحكم سوء التغذية وفقر الدام هو فهذا كله يعني هو بسبب الظروف بسبب الظرف العام يعني مثلا كنا حالات القيصريات أنه هلا إحنا دائما بالعادة بالظرف الأمثل بتخير المريضة أنه بتحب تأخذ تخدير كامل أو تخدير نصفي لإجراء العملية القيصرية هناك تقريبا كنا ملزمين أنه نعملوا تحت التخدير النصفي لأنه ما عنا كل الأدوية اللي بنستعملها للتخدير الكامل لأنه التخدير الكامل لازم يكون فيه عدة مراحل فيه اللي هي تبدأ عملية التخدير وتعطي مرخي عضلات ويعني فيه عدة مراحل ما كانت كلها متوفرة بشكل كامل وإذا متوفرة الجرعة قليلة بدأت تتأسمع كتير مرضى للتخصصات تانية لإجراءات جراحية تانية وما كانت كلها موجودة فكنا مثلا أنه بس تحت التخدير النصفي مشكل أنواع المسكينات موجودة يعني إحنا بنعطي فيه مسكينات منسميها ناركوتكس اللي هي المهدئات مع مسكينات هذا مش موجود ما كنا نقدر نعطيه التخدير النصفي شي كتير منيح الحمد لله هلأ صار موجود منقدر نعطيه للنساء على الأقل بيخففلهم الألم بالمرحلة الأولى بس مثلا فيه نساء بتطلب أنا طب نفسيا ما بتحمل أخذ تخدير النصفي بدي تخدير كامل فهونا بتطري أنا بدك تفاوضي على إيش الإجراء اللي بنقدر نعمله فهي يعني عرفتي إنه فيه حدود لإيش الإجراء بنقدر نستعملها ولكن بشكل عام أحسن من عدم وجود وعلى الأقل بتخفف شوي من الشدة عليهم كل القيصريات أو أغلبية القيصريات اللي عملتهم كان فيها التساقات كان فيها مثلا المريضة كان صاير معها سابقا نزيف بعد الولادة أو نزيف خلال الحمل فهي تعتبر عامل اختطار إنه هي معرضة أيضا لا حصول النزيف مرة تانية معرضة لما يكون عندنا التساقات ونخاف من مضاعفات خلال العملية فهذا كتير يعني هذا تقريبا بشكل يومي نساء كانت تيجينا فقر دم سيء جدا يكون ما فيه عناية طبية خلال فترة الحمل ويتكون مثلا بتاريخ المرضي إنه صار محا نزيف خلال الحمل فإجانا حالات لا بأس بها من النزيف المتوسط للشديد يعني نضطر نعطي نوصل ل نقل الدم للمريضة أو نعملها الإجراءات الحمد لله مثلا ما وصلنا لمرحلة إجراءات جراحية لإيقاف النزيف كنا ما قبل ذلك لأنه كنا عارفين إيش بنتوقعه من ناحية الولادات مثلا آه نعم لأنه في كتير مرضى كانوا يجونا مثلا ما فحصت خلال الحمل أو ما فحصت بالشهر التاسع فما بتعرف أنه مثلا وضعية البيبي فتيجينا عن تتوسع كامل يكون البيبي نازل مقعدي ما هي خلص نص الطريق بداش دخلها عمليات يعني المفروض السيناريو الأفضل أن يدخلها قيصرية بس بدي أطر أولدها بالوضع اللي هي فيه وعلى هذا الوضع هذا من ناحية طبية هلأ من ناحية إنسانية نحكي نعم كان كتير يجينا نساء مثلا بدون بدون أي شخص معاهم فتسأليها وين زوجك مين معاك ما معهم أي حدا فيه نساء كتير بيكون الزوج إما مستشهد أو ما بتعرف عنه إشي أو بقي في الشمال وهي إجت على الجنوب فيه نساء بعمر صغير 17 سنة 18 سنة بيكون أول مولود إلها وبتكون أرملة يعني هذا موقف ما رأنا فيه أو في يعني الأمهات اللي إجتت تولد وهي بتكون فاقدة من أبنائها مستشهدين هذا عامل نفسي بتكون مثلا نازحة لوحدها فتيجي تيجي تولد معها حدا معها شخص معها مرافق لإلها هي فعليا سيدة بخيمة جنبها ما بتعرفها كتير مني حوين أولادك مع ناس بخيمة جنبها فمؤلم إنه هي بنحطط بهذا الوضع ترتاحي إنه ما حدا بتركهم لحالهم إنه حتى بهاي الظروف بلا أحد يوقف معهم فهونا بيجي جزء تاني من شغلنا وهو جزء النفسي قدي بده يكون الإنسان قادر على تقديم الدعم النفسي وهذا كتير مهم لأنه حكيت لك قبل إنه مثلا خلال الولادة معنى مسكينات نعطيها يمكن هذا الدعم النفسي أو إنك تكوني مع المريضة وعاطفيا ونفسيا وإنك تكوني طيبة وتكوني فاهم الوضع النفسي اللي عم تمرؤ فيه هذا شوي بيخفف ألمهم ما عندهم التردد إنهم يشكروك على إشي كتير بسيط قدمت نفسي جواتنا منحس إنه هو ولا إشي بالرغم من كل هاد فرحة كل أم بمولودها الجديد يعني شوي بتعطي أمل أو مش شوي بالأحرى كتير بتعطي أمل إنه بالرغم من كل هاد عندها القدرة إنها تنبسط بهذا البيبي تطلب إنه إنه نحط لها البيبي على صدرها أول ما أولده اللي هي منسميه سكين تو سكين كونتاكت يعني هذا كل العلم بيحكي أدي أهمية سكين تو سكين كونتاكت للطفل والأم وعلاقتهم بالمستقبل وإنه على استمرارية الرضاعة الطبيعية فكانوا الأمهات بالرغم من الوجه وبالرغم من كل الفقد اللي هي فيه لا لا ضروري إنه أنا أعطيني إياه بدي أمسك البيبي أنا أول إشي فرحتهم بالبيبي لا توصف بالرغم من نقص كل شي يمكن ما عندهم أواعي لابسوا البيبي بس مع هيك هي مبسوطة عليه كيف مأيجا فهي الأشياء شوي يعني فيه من القصص يعني وحدة هاي من القصص إنه كانت التيتا إن ولدت البيبي والتيتا دايرة ماسك البيبي هيك فجأة رأيتها بطايت إنه إيش مالك كيف أقدر أساعدك فيه شيء إنه طب يلا هي كنا مزح إنه خليني إنه تصور معاها وهيك كان قبل ما أروح إنه أعطينا إياه نتصور معاها فهي إنه لا لا أنا بدور لحد يؤدن لها بدانها إنه طب وين أبوها وين أخالها وين عمها إنه ما بعرف عنهم إشي من بداية الحرب إنه كل الذكور في العائلة فهيلا كان همها وشغلها الشاغل إنه بحد يؤدن لبيبي بدانه ففيه في هاي القصص اللي هيك بتحسي إنه إلنا إحنا مش عارفة هي صدمة هي استمداد لقوة هي أمل ما بعرف أنا شخصيا بالنسبة لي هذا اعتبرته بالعكس أمل وقوة وأنا يعني ما بعرف هم استفادوا مني أكتر ولأنا استفدت منهم أكتر الحرب مو بس قائمة على الناس اللي بدون قطاع الطبي حتى القطاع الطبي والأطبة ومزويدين قطاع الطبي هم تضرروا نفسيا كلهم أبهات فقدوا كلهم أناس فقدوا بيوتهم في منهم فقدوا وظائفهم في منهم صار فكرهم بين يقدروا يقدموا شغلهم بطريقة سليمة وويلهم أسرهم والعناية فيهم وكيف بدي أؤمن شرب وأكل وأم وأمان وعيشة سليمة فهم استهلكوا فهنا بيجي أنه كمان في إلنا دور بمساندة القطاع الطبي في كتير أطباء استشهدوا في كتير أطباء ما عم بيشتغلوا لأنه هما نحطوا بموقع أنه هما مقدمي عناية لأهلهم لأسرهم أنه همهم يقدموا شرب وأكل فتركوا شغلهم عشان يقدروا يعتنوا بأسرهم فصار في نقص بالقطاع الطبي بمقارنة أنه في ضغط لأنه عندك النساء بالحرب هي كل عوامل الاختطار صارت بكل حدا يعني إحنا زمان في عندك نساء عندهم عوامل الاختطار ونساء حملهم سهل وبسيط وسلس كل النساء عندهم عوامل الاختطار فإنتي هذا عبء على القطاع الطبي إحنا لما بنيجي من الأردن أو من أي وفد تطوعي إحنا جايين على الأقل أنا مأمنة على أولادي على شغلي أنا تركت يعني الاسترس أو الضغط النفسي اللي أنا فيه هو هناك فأنا يمكن قدرتي على أخذ القرار الطبي على العناية بالمرضى أكون شوي قادرة أكتر على تقديم العناية نفسيا قادرة أكتر على الدعم النفسي قادرة أكتر أني أكون زي ما بيحطها بكلامهم حنونة معاهم في عندي حيل عندي طاقة عندي إشي قادرة أقدر أقدمه كنا نشوف بمعدل 100 إلى 120 مريضة باليوم واحدة من المواقف اللي خلتني أعيد كانت في أمرأة جاي عمرها بالثلاثينات كان عندها أربع خمس أطفال وهي جاي لأنه هي صالها تلت أربع سنين بتحاول تحمل وما بتعرف ليه ما في دورة شهرية غابت عنها هي عملت فحص حمل وما في حمل ويعني هي تعبانة فأنا يلا أخذت منها تاريخ المرضي فحصته هيك وطلع في حمل حمل مبكر يعني عمره شهر ونص تقريباً وصارت تطعية طاية طاية ونص تطعية معها مش فاهمة لي يعني فهي بتقول لي يعني سبحان الله أنا صلي ثلاث سنوات بحاول أحمل وراح يجيني الحمل بالحرب فهيك يعني أنه هي عنجلة عم تحاول تحمل بجاه الحمل بالحرب إجانا حالات ناس عم تحاول تحمل ومو قادرة فإجت تطلب المشورة الطبية إنه إيش عندي مشكلة صحية لأنه أنا لي ما حملت إلى الآن؟ أنا عم بحاول أحمل صلي سنة صلي سنتين فعم بكملوا هم حاسبين الأشهر هاي اللي هي ست شهور صلها في الحرب حاسبينها مع المدة الزمنية لأنه هذا اندل على شيء فإنه إحنا مننسى هذا الحياة الموازية إحنا صح بحرب وصح فيه ناس عم بتروح وناس عم تستشهد وبيوت عم بتروح ولكن الحياة رح تمشي وفيه ناس عم تطلع على أسباب تدفعها للحياة عندها أمل بالحياة هذا اندل على شيء فإنه الناس مش فقدت الأمل بالحياة بالعكس صح تعبت من الحرب وبيحكوا إنهم تعبوا من الحرب وأقل شيء إنه الإنسان يطعب من الحرب ولكن بدي يكمل حياته وعم بيطلع على خطط مستقبلية عشان يعيش فيها حياته عرفتي في كتير ناس كانت تيجي مثلا من مشاكل عدم انتظام بدورة شهرية لأنها مزعوجة فيه كانت نساء تيجي من تشكي مثلا من التهابات في إفافة يعني حياة مستمرة إنه الناس بحاجة لعناية طبية غير إصابات الحرب فيه ناس عندها أمراض مزمنة فيه عندها ناس أمراض بالغدد مشاكل عدم انتظام دورة وخربطة هرمونات وهي كلها بحاجة لعلاج وبحاجة لمتابعة وبحاجة لتدخل طبي بحاجة لفحوصات مكان واحد أو مستشفين حكوميين دوم يخدموا كل أهل القطاع كان فيه صعوبة بمعالجة أو تنظيم المشاكل المتعلقة بخربطة الهرمونات مما يؤدي إلى نزيف رحمي غير منتظم يعني في كتير نساء كانت تيجي عندها نزيف رحمي مستمر عندها عدم انتظام بالدورة الشهرية طبعا هذا له طبيعات إن لم يعالج النساء اللي عندهم نزيف رحمي مش شرط يكون كمية دم قليلة نزيف الرحمي ممكن يؤدي إلى فقر دم عندي النساء التحدي بهذا الموضوع إنه أنا النزيف الرحمي هو عرض سببه كتير فيه يعني فيه أسباب متعددة للنزيف الرحمي عندك أسباب عضوية أسباب عضوية متعلقة بمثلا بطانة الرحم جدار الرحم بالمبايد عندك أسباب هرمونية بحاجة العلاج عندنا تحدي فحوصات المختبر مش كتير متوفرة عندك تحدي فحوصات زي ما حكينا اللي هي مسمية الأنسجة ما فيه أطباء أنسجة في كل غزة كأنه كان أربعة أساساً استشهد واحد أو استشهد تنين ضل فيه تنين حدا غادر فيه تحدي وجود الإمكانيات أو المختبرات فإحنا ما منقدر يعني صفينا إنه لإنقاذ بعض النساء لإنقاذ حياتهم نضطر نلجأ لإجراء جراحي باستقصال الرحم أو نعمل عملية تنظيفات لإيقاف النزيف بس أنا مو عارف أشخص أنا ما عندي وسيلة تشخيص طب إذا كان السبب بحاجة لعلاج ما بعد الإجراء الجراحي أنا هنا تسببت بمشاكل للنساء لأنه أنا ما عندي القدرة على تزويدها بالعلاج اللازم ما عندي قدرة على استكمال المراحل بالعلاج عندها يعني إحنا منعرف أي إنسان بيعاني من صعوبة في الحمل أو الإنجاب هي العملية أو الإجراء اللي أي زوجين بيلجأوا له لحتى يساعدوا أنفسهم على الحمل والإنجاب هو مش إشي بسيط من ناحية كلفة مادية من ناحية وقت يحتاجوا لإجراء أي نوع من أنواع الإجراءات سواء كان أطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي أو 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 فإحنا كلياتنا منعرف أنه هي إجراءات تستهلك الوقت وتستهلك المادة وفي كتير ناس فعلياً بيبيعوا كل ما يملكوا عشان يعملوا إجراء يساعدهم على الحمل والإنجاب فإحنا لما يستهدفوا مركز زي هيك فيه خمس آلاف جنين مجمد خمس آلاف فرصة لولادة طفل وحياة خمس آلاف حلم هذول أزواج حطين كل ما يملكوا وكل أحلامهم بهذا الأمل أو فرصة أنه أنا أبدأ حياة فأنا مش بس بدي أقتل الحياة القائمة يعني أنا بدي أنهي الأمل واحتمال الحياة فإحنا لما عم نفكر بكيف منقدر القطاع الطبي إن شاء الله لما الوضع يسمح إنه كيف ننقذ ونعيد نتعميرها ونعمرها من جديد ونقدر نساعد كمان لازم نلفط الضوء لهذا الإشي لأن هذا به نفس الأهمية يعني الحياة الجديدة والأمل الجديدة والولادة الجديدة هو نصر بحد ذاته إنه الإنسانية هي صح أنقذ اللي موجود وصح أساعد اللي موجود أنه يعيش بكرامة ولكن برضو الأمل الجديد والحياة الجديدة والولادة الجديدة هو برضو نصر وإنسانية وأمل بمستقبل وأمل بحرية وأمل بكل هاد الإشاء فالمفروض إنه هذا كمان يتسلط عليه الضوء فيه ناس بتقول إنه إحنا بالحرب والأهر وكل هذا اللي عم بصير ميمدو يفكر بحياة جديدة وكيف يعني الناس اللي راحت هي مش أرقام كيف نفكر نعوضها نعم ولكن أنهاين قالت لي إنه إحنا كمان بدنا نعوض اللي راح وصح اللي راح لا يعوض هذا بالآخر إنسان هذا كان زوج في يوم من الأيام كان ابن وكان أخ وكان طفل وكان صاحب وكان 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 ما بتعوض أنا من أولوياتي المساعدة للإنجاب ومراكز الإخصاب أنا من أولوياتي بإعادة التعمير إذا أنا كقطاع طبي بدي أحكي أهميتها زي أهمية جراحة الترميم والريكنستركتب والأطراف الصناعية نفس الإشي لأنه هذا أمل بالحياة زي ما هو أنا بدي أكمل حياتي وأعيش هذا هو كمان أمل بالحياة والمفروض إحنا نستثمر فيه بعلمنا وبمالنا وبجهدنا وبكل إشي كل واحد فينا بزاق القطاع الطبي مهم يقدم دوره كل واحد فينا له دور مهم يعني كل إياتنا لو رحنا كل المتطوعين القطاع الطبي ما رح يكفوا لأنه الحاجة كبيرة وهم استهلكوا فإحنا فيه أنا نقالتلي من واحد من أطباءنا أنه يمكن وجودنا دعم نفسي ودعم نفسي وجسدي لأنهم بشر استهلكوا طاقتهم استهلكت مع هيك بقدموا عنايتهم وخدمتهم بأحلى ما يكون يعني أنا اللي فرع عني قبل ما أروح وهلأ كنت أشوف كل شيء آه كل شيء بنشوفه بالتلفزيون هو هناك الدمار من بعد الدمار والدم والاستشهاد والأطفال المتضررين والأطراف المقطعة هذا كل موجود على أرض الواقع ولكن صار له أنا بنسبة لي شيء شخصي صار فيه ورا كل شيء عم بشوفه قصة وحكاية شخصية لكل إنسان أنا تعرفت عليه هناك من يوم ما دخلتها ليوم ما روحت فيه قصص شخصية لكل هاي السيناريوهات وبيستحقوا واجبهم علينا لأنهم تعبوا وبالرغم من تعبهم هم راضين وبيقدموا الخدمة وبيقدموا شغلهم بكل روح طيبة وحلوة بالعالم أنا تعلمت منهم أكتر مما استفادوا مني بس مع هيك واجب علينا كل ياتنا بلا استثناء اللي بيقدر يتوكل على الله ويروح لأنه زي ما إحنا متعلم منهم هم بيستمدوا قوتهم منه وهذا أقل إشي نقدر نكمله أقل إشي نقدر نعمله يعني وإحنا بالذات غير الأردن غير وأنا هذا كتير ضروري أنه عن جد يعني يا الله أنا ارتحت نفسيا لما عرفت أنه يعني نقالت لي الأردن غير وأنتو غير فهذا اللي بدي كل حدا يعرفه